أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في خدمة دروس موضوع درسنا لهذا اليوم النسب الميأوية والكسر الاعتيادية من دروس الصف السادس الابتدائي لفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات ماذا سنتعلم اليوم أعزائي الطلاب؟ سنتعلم طريقة كتابة الكسر الاعتيادي في صورة نسبة ميأوية دعونا نتذكر معاً أعزائي الطلاب النسب الميأوية والكسر الاعتيادي في الدرس الماضي أخذنا معاً تعديف النسبة الميأوية ما هي النسبة الميأوية؟ نعم أحسنتم هي نسبة تقال عدداً ما بالعدد مئة وقد يكون هذا العدد أقل من مئة أو مساوياً للمئة أو أكبر من المئة لاحظوا معي أعزائي الطلاب هذا النموذج يتكون من مئة جزء قمنا بتضليل مجموعة من الأجزاء لاحظوا هنا عشرة عشرون ثلاثون أربعون إذن يمثل الجزء المضلل هنا أربعون بالمئة أو أربعون من مئة أو أربعون على مئة أخذنا أيضاً عزائي الطلاب طريقة كتابة النسبة الميأوية على صورة كسر اعتيادي دعونا نتذكر معاً النسبة ستون بالمئة كيف نستطيع كتابتها على صورة كسر اعتيادي؟ نعم أحسنتم نكتب ستون على مئة على شكل كسر ثم نقوم بتبسيط هذا الكسر لاحظوا هنا سنقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر للعددين ستون ومئة فكروا معي ما هو القاسم المشترك الأكبر هنا؟ أحسنتم العشرون إذن ستون تقسيم عشرون يساوي ثلاثة ومئة تقسيم عشرون يساوي خمسة إذن الكسر الاعتيادي هنا يساوي ثلاثة على خمسة في درسنا اليوم عزيزي الطلاب سوف نتعلم كتابة الكسر الاعتيادي على صورة نسبة مئوية فهيا بنا إلى هذا الدرس الممتع كتابة الكسر الاعتيادي في صورة نسبة مئوية تعالوا بنا عزيزي الطلاب من خلال هذا المثال سوف نتعلم طريقة كتابة الكسر الاعتيادي في صورة نسبة مئوية اقرأوا معي المثال اكتب الكسر 29 على 20 في صورة نسبة مئوية لاحظوا إذن أعزائي الطلاب الكسر 9 على 20 يريد أن نكتبه في صورة نسبة مئوية النسبة المئوية مقامها 100 هنا سين يمثل المجهول للنسبة المئوية الآن كتبنا التناسب دعونا نوجد قيمة سين وذلك من خلال جعل المقام 20 يكون 100 كيف نجعل العشرون تكون 100 نفكر معا إذن نفكر في الكسر المتكافئة 20 ضرب 5 يساوي المقام 100 بما أن ضربنا المقام هنا في 5 أيضا سوف نقوم بضرب البسط 9 في العدد 5 9 ضرب 5 يساوي الناتج أحسنتم 45 إذن حصلنا هنا على قيمة سين تساوي 45 على المقام 100 هنا 45 على 100 نستطيع الآن كتابة النسبة المئوية إذن 29 تساوي 45 على 100 إذن النسبة 45 بالمئة لاحظوا عزيزي الطلاب أننا استطعنا كتابة الكسر الاعتيادي في صورة نسبة مئوية ماذا فعلنا؟ كتابنا الكسر ثم علامة يساوي ثم النسبة المئوية هنا مجهولة وضعنا هنا الحرف سين للتعبير عن المجهول المقام للنسبة المئوية يكون دائما 100 بعد ذلك كيف نذهب بالعشرون إلى المئة؟ إذن ضربنا العشرون في 5 يعطيني 100 أيضا بعد ذلك نضرب البصر في العدد 5 يساوي 45 أحسنتم عزيزي الطلاب وهيا بنا أيضا نحل بعض التدريبات اقرأوا معي عزيزي الطلاب هذا التدريب اكتب الكسر 1 على 4 في صورة نسبة مئوية لاحظوا هنا الكسر 1 على 4 يساوي هنا النسبة المئوية سين على 100 كتبنا الآن علاقة التناسب هنا الآن نبحث عن عدد نستطيع ضربه في الأربعة يعطيني 100 إذن فكروا معي ما هو العدد الذي نضربه في أربعة يعطيني 100 أحسنتم يساوي 25 ضرب أربعة يساوي 100 الآن ماذا نفعل؟ أحسنتم نقوم بضرب البصط أيضا في العدد 25 1 ضرب 25 يساوي 25 إذن أوجدنا قيمة سين قيمة سين هنا تساوي 25 على 100 إذن النسبة المئوية تساوي هنا 25% إذن استطعنا أن نوجد النسبة المئوية تعالوا بنا عزيزي الطلاب نقرأ هذا التدريب أكتب العدد الكسري 2 و 1 على 5 في صورة نسبة مئوية لاحظوا هنا العدد الكسري يتكون من عدد كلي ومن جزء كسري أول خطوة نقوم بتحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي كيف نفعل ذلك؟ نعم نضرب 2 ضرب 5 زائد 1 على المقام 5 إذن 2 ضرب 5 10 زائد 1 يساوي 11 على المقام 5 الآن نريد كتابة هذا الكسر في صورة نسبة مئوية ماذا نفعل؟ نعم نقوم بكتابة التناسب لاحظوا هنا المقام للنسبة المئوية 100 الآن عزيزي الطلاب ما هو العدد الذي نستطيع ضربه في الخمسة يعطيني 100؟ أحسنتم إذن نضرب هنا 5 في 20 تساوي 100 11 ضرب 20 يساوي 220 إذن النسبة المئوية هنا تساوي 220 بالمئة نلاحظ هنا أن العدد أكبر من المئة والنسبة هنا أكبر من المئة إذا كانت النسبة عزيزي الطلاب أكبر من المئة فهي أيضا تعطيني وتدل على أن العدد عدد كسري ولكتابة العدد الكسري في صورة نسبة مئوية ماذا نفعل؟ تذكر الخطوات أول خطوة نقوم بتحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي ثم نكتب التناسب ونوجد الحل أحسنتم عزيزي الطلاب تعالوا بنا عزيزي الطلاب نقرأ هذا المثال أكتب النسبة المئوية التي تمثل الجزء المضلل من النموذج المجاور لاحظوا هنا عزيزي الطلاب يوجد لديه نموذج نريد أن نكتب النسبة المئوية للجزء المضلل من هذا النموذج لاحظوا هنا هذا المستطيل قمنا بتجزيئة إلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية أجزاء وأيضا هذا المستطيل قمنا بتجزيئته إلى ثمانية أجزاء هنا ضللنا المستطيل كامل إذن يمثل عدد كل واحد بينما هنا قمنا بتضليل جزئين من ثمانية أجزاء إذن ماذا نلاحظ؟ أحسنتم النموذج هنا يمثل عدد كسري إذن لاحظوا واحد واثنان من ثمانية نستطيع عزيزي الطلاب أن نبسط هذا العدد الكسري هنا اثنان تقسيم اثنان يساوي واحد وثمانية تقسيم اثنان يساوي أربعة إذن أصبح العدد الكسري واحد وواحد الأربعة نريد أن نكتب هذا العدد الكسري في صورة نسبة مئوية إذن أول خطوة نقوم بها نحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي وذلك بضرب واحد ضرب أربعة زائد واحد يساوي خمسة على المقام أربعة إذن حولنا العدد الكسري إلى كسر اعتيادي ماذا نفعل بعد ذلك؟ نعم نكتب التناسب خمسة على أربعة يساوي سين على مئة يريد أن نجد قيمة سين ماذا نفعل؟ نبحث عن العدد المضروف في الأربعة يعطيني مئة إذن فكروا معي أربعة أحسنتم أربعة مضروفة في خمسة وعشرين يساوي مئة بعد ذلك أيضا نضرب البسط في العدد خمسة وعشرون خمسة في خمسة وعشرون فكروا أحسنتم يساوي مئة وخمسة وعشرون إذن النسبة هنا تساوي مئة وخمسة وعشرون هي النسبة التي تمثل الجزء المضلل أحسنتم عزائي الطلاب تعالوا من عزائي الطلاب نقرأ هذا التدريب أكتب النسبة المئوية التي تمثل الجزء المضلل من النموذج المجاور لاحظوا عزائي الطلاب هذا النموذج عبارة عن دائرتين كل دائرة قمنا بتجزيئتها إلى أجزاء متساوية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ضللنا في الدائرة الأولى جميع الأجزاء بينما في الدائرة الثانية ضللنا جزئين من خمسة أجزاء بالتالي الجزء المضلل هو واحد واثنان من خمسة إذن العدد هنا عدد كسري كيف نستطيع كتابته في صورة الاسمميئوية فكروا أحسنتم نقوم أولا بتحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي نضرب واحد في خمسة زائد اثنان يساوي سبعة على المقام خمسة تعالوا بنا الآن نكتب التناسب سبعة على خمسة يساوي سين على مئة كيف نستطيع إيجاد قيمة سين هنا؟ نعم نبحث عن العدد الذي نضربه في الخمسة يعطيني مئة إذن خمسة ضرب عشرون يساوي مئة الآن سوف نضرب البسط في العدد عشرون سبعة ضرب عشرون كم يساوي؟ أحسنتم مئة وأربعون إذن النسبة مئة واربعون على مئة إذن النسبة المئوية هنا تساوي مئة واربعون بالمئة نلاحظ هنا أن النسبة أكبر من المئة وهي تدل على عدد كسري أحسنتم عزيزي الطلاب تعالوا بنا نقرأ هذا المثال ونفكر معا في حله أكتب النسبة المئوية التي تمثل الجزء المضلل من النموذج المجاور لاحظوا هذا النموذج عبارة عن دائرة قمنا بتجزئتها إلى أجزاء متساوية تعالوا نعد هذه الأجزاء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن عشرة أجزاء قمنا بتضليل منها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة إذن تسعة من عشرة الآن نريد إيجاد النسبة المئوية لهذا الكسر إذن نكتب علاقة التناسب تسعة عشرة تساوي سين على مئة الآن نوجد قيمة سين وذلك بالبحث عن عدد نضربه في العشرة يساوي مئة في المقام عشرة ضرب عشرة يساوي مئة إذن ماذا نفعل سنقوم أيضا بضرب البسط تسعة مضروبا في العشرة يساوي تسعون إذن تسعون على مئة إذن كم تساوي النسبة هنا؟ أحسنت تساوي تسعون بالمئة أحسنتم عزائي الطلاب هيا بنا عزائي الطلاب نقرأ هذا التقويم وفكره في الحل أكتب العدد الكسري اثنان وواحد على أربعة في صورة نسبة مئوية إذن ماذا نفعل؟ نقوم بتحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي نضرب الآن اثنان في أربعة ثمانية زائد واحد يساوي تسعة على المقام أربعة إذن أصبح الكسر هنا تسعة على أربعة ماذا نفعل الآن عزائي الطلاب؟ نكتب على التناسب ثم نبحث عن عدد نضربه في الأربعة يساوي مئة إذن فكروا معي أربعة ضرب خمسة وعشرون يساوي مئة أيضا سنقوم بضرب البسط في العدد خمسة وعشرون تسعة ضرب خمسة وعشرون يساوي مئتان وخمسة وعشرون إذن كم تساوي النسبة؟ أحسنتم تساوي مئتان وخمسة وعشرون بالمئة نلاحظ هنا أن النسبة أكبر من المئة فهي بالتالي تدل على عدد كسري أحسنتم عزائي الطلاب تعالوا بنا عزائي الطلاب نقرأ هذا التقييم يشكل الماء نحو ثلاثة وعشرون على خمسة وعشرون من البطيخة فما النسبة المئوية التقريبية لكمية الماء في البطيخ؟ لاحظوا هنا الكسر الاعتيادي ثلاثة وعشرون على خمسة وعشرون حتى نستطيع كتابته في صورة نسبة مئوية نبحث عن عدد نضربه في المقام خمسة وعشرون يعطيني مئة إذن خمسة وعشرون ضرب أربعة يساوي مئة أيضا نضرب البسط في العدد أربعة إذن ثلاثة وعشرون ضرب أربعة يساوي اثنان وتسعون وخمسة وعشرون ضرب أربعة يساوي مئة إذن النسبة المئوية التقريبية لكمية الماء في البطيخ تساوي اثنان وتسعون بالمئة أحسنتم أعزائي الطلاب أنتم رائعون أعزائي الطلاب ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ دعونا نتذكر معا نعم أخذنا النسبة المئوية هو الكسور الاعتيادية وأخذنا طريقة كتابة النسبة المئوية في صورة كسر الاعتياد كيف نستطيع كتابة النسبة المئوية في صورة كسر الاعتياد وأيضا أخذنا كتابة الكسر الاعتياد في صورة نسبة مئوية كيف نستطيع كتابة الكسر الاعتياد في صورة نسبة مئوية؟ نأخذ هنا مثال 60% نستطيع كتابتها في صورة كسر الاعتياد وذلك بكتابة 60 على 100 كتبنا النسبة على شكل بسط ومقام ثم نقوم بتبسيط هذا الكسر وذلك بقسمة البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر للعدد 60 والعدد 100 إذن ما هو القاسم المشترك الأكبر هنا؟ أحسنته بعشرون إذن 60 قسمة 20 يساوي 300 قسمة 20 يساوي 5 إذن فالكسر الاعتيادي يساوي 3 على 5 لاحظوا هنا الكسر الاعتيادي 3 على 10 نستطيع كتابته في صورة نسبة مئوية بكتابة التناسب ثم نبحث عن عدد نضربه في العشرة يعطيني 100 إذن 10 ضرب 10 يساوي 100 بعد ذلك نضرب البسط في نفس هذا العدد حتى نحصل على النسبة المئوية إذن نضرب هنا 3 في 10 يساوي 30 بالتالي النسبة هنا تساوي 30% أحسنتم عزيزي الطلاب وألتقيكم في درس قادم